هنشوف فيديو غريب أوي يعني أو رشز لقطات عرضوها يا شباب معمرة تركية عندها مئة سنة تضع طفلها رقم 17 دي عجوز تبلغ من العمر 101 سنة عملية زرع مبيض عملت عملية زرع مبيض أنجبت طفلها السبعتاشر وزنه كان 4 كيلو وزن طبيعي وسمته فرانشيسكو وبعد ما زرعت المبيض لقيت متبرع اتبرع لها بالحيوان المنوي وأنجبت هذا الطفل الأم اسمها أناتوليا طفلها رقم 17 واستقبلته بفرحة عارمة وخلي بالك آخر إنجاب ليها كان فات عليه 48 سنة بسبب إصابتها بسرطان المبيض اللازم منعها من الإنجاب هو أنا بس سألت هو ده طبعا فتح علمي وطبي عظيم يعني لكن أنا بسأل سؤال هو أنت بعد ما خلفت 16 عيل لسه عندك رغبة للأمومة وتخلف 17 العيل 17 وعندها 101 ده بيؤكد حاجة يا أخواننا لينا احنا معشر الرجال أن الأمومة غريزة لا تنتهي عند المرأة وأن المرأة لو كان ربنا خلقها أنها قادرة على الإنجاب حتى سن المئة سنة كانت هتقعد تخلف ربما اللي بيمنحها قوانين أو أن زوجها مش عاوز يخلف أو أنها ترملت هنطلع